صباح خير للجميع. اه زي منتو عارفين احنا درسنا اللي هو اه يحمل عنوان تحديات الامن الغذائي العالمي والدرس قسمناه لقسمين رئيسيين القسم الاول تكلمنا فيه او لحستين رئيسيتين الحصة الاولى تكلمنا فيها عن مناطق الوفرة الغذائية والعجل الغذائي في العالم تكلمنا بداية عن مناطق الوفرة الغذائية وبينناها بالكامل وبيننا السياسات الاستعمارية اللي تؤدي الى تعميق وتفاقم مشكلة الازم الغذائية والعجل الغذائي والمناطق التانية تكلمنا عن مناطق العجل الغذائي في العالم بينا هاي المناطق وايضا بينا شو النتائج المترتبة على الامن الغذائي في هذه المناطق وضربنا مثال عن مصر وكيف اه ان مشكلة الامن الغذائي اه فيها اه تفاقمت من خلال العديد من العوامل اللي بيناها وبعتقد سويناها بتسعة بستة اه عوامل او ستة نقاط انهينا الدرس بالاهمية الاستراتيجية للامن الغذائي توقفنا الدرس السابق او الحصة السابقة عند المنظمات الدولية والامن الغذائي العالمي وهو درس اليوم اللي بدنا نتناول فيه عمليا هذه المنظمات وبدنا نتناول الحلول الممكنة لحل الازمة الغذائية العالمية بطبيعة الحال اه الامن الغذائي هي مشكلة ليست اه محلية اه فقط وانما هي مشكلة عالمية وهاي المشكلة ان كانت محلية وهي كذلك في العديد من الدول يجب على الدولة انها تاخد كل الامكانية وتاخد بعين الاعتبار كيفية حل هذه المشكلة وتوفير الغذاء اللي هو مهم للغاية لكل افرادها اه وكل اطياف اه مجتمعها من اجل انهم اه هذا المجتمع او هذه الافراد اللي بيعيشوا في هذا المجتمع يستطيع انهم مرسوا حياتهم الطبيعية بشكل امثل اه لاقت مشكلة الامن الغذائي اهتمام العديد من المنظمات اه العالمية والدولية وعلى رأسها زي ما انتم عارفين اللي هي منظمة الفاو واسمها منظمة الاغذية والزراعة تابعة لامم تحت الفاو ومنظمة اخرى على الصعيد العربي هي المنظمة العربية للتنمية والزراعة وهي تابعة للدول الدول العربية نتقدم ومديجي لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة الفاو نتكلم عليها ومنحاول نبين شو اهتماماتها وكيف هاي المنظمة بتعمل على حل مشكلة الغذاء في العالم وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها من اجل ذلك بداية زي ما انتم لاحظين مسماها منظمة الاغذية والزراعة تابعة للامم المتحدة الفاو بالانجليزي المتحدة الفاو بالانجليزي الفاو المتحدة الاف مأقودة من الفاو المتحدة 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 والاو المتحدة من الاجلزي هذه المنظمة تحاول جاهدة على حل مشكلة الفقر العالمي خاصة لدى الدول النامية والمناطق الرفية من خلال العديد من الإجراءات والاستراتيجيات التي تتبعها وأهمها المساهمة في دعم وإقامة كثير من المشاريع الزراعية والغذائية في العالم تقديم المساعدة النقطة الثانية في المناطق التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية كالجفاف والحرائق والفيضانات والنقطة الثالثة توفير الدعم والمساعدات والخبرة والمشورة التقنية للدول النامية والمناطق الرفية خاصة أوقات الأزمات حقيقة أن منظمة الأغذية والزراعة تابع للأمم المتحدة منظمة نشيطة ورائدة في مجال المساعدات الغذائية والزراعية المختلف دول العالم خاصة الدول النامية والدول التي تعاني سواء كانت أزمات محلية على مستوى النزاعات والسراعات أو على مستوى أزمات تتمثل بها الكوارث الطبيعية كالجفاف أو التصحر أو الفيضانات أو الحرائق وغيرها المنظمة الثانية هي منظمة إقليمية تحديداً لش نقول محلية هي منظمة إقليمية وهي منظمة تابعة للدول العربية أو لجامعة الدول العربية اسمها المنظمة العربية للتنمية والزراعة وانشئت هذه المنظمة في مطلع السبعينات من القرن الماضي بهدف مساعدة الدول العربية المحتاجة لتطوير قطاعاتها الزراعية من خلال إعداد الدراسات اللازمة والبرامج والمشاريع الخاصة بالإنتاج الزراعي في دول الوطن العربي المختلفة والدول المحتاجة من هذه الدول العربي نيجي الآن للشق الأخير من درس اليوم ودرس اليوم عملياً هو درس صغير نسبياً الحصة اليوم هي حصة بسيطة ما هي الحلول التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة الأمن الغذائي في العالم الكتاب في صفحة 79 نبينها بالنقاط أنا برضو ذكرت لكم إياها بالشريحة لأمامكم أيضاً بالنقاط وهذه النقاط بتقول يمكن الحد من مشكلة الأمن الغذائي من خلال عدة طرق أهمها التعاون الدولي في حل مشكلة البيئة والتلوث والتكامل الاقتصادي بين الدول من خلال التبادل التجاري ومن خلال التبادل التجاري والتكامل التجاري إجمالاً والاقتصادي عن طريق الأخذ بعين الاعتبار أن الغذاء أو التبادل التجاري يكون مستمر وبإسعار تناسب مستوى دخل المستعدة في الدول المختلفة من غير ما يكون فيه مشاكل معينة النقطة الثانية لاهتمام بتصنيع الفائد من الانتاج الغذائي وتخزينه أكيد من الانتاج الزراعي والغذائي يكون فيه فائد هذا الفائد ممكن جزء منه يتم تزديره ولكن جزء مهم لازم يكون يتجه إلى التصنيع وهذا التصنيع يؤدي إلى زيادة مستوى الأمن الغذائي في الدولة وزيادة مخزونها من الانتاج الغذائي التي ممكن أن تستطيع أنها تخزنه لفترات زمنية طويلة كالتعليب والتشفيف وأيضاً تخزين بعض السلع الضرورية والهامة كالقمح والزيو النقطة الثالثة العمل على زيادة إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية والتوسع بها أفقياً ورأسياً هون المقصود بالمواد الغذائية الاستراتيجية كالأرز والقمح والزرة وغيرها من المواد الأساسية والاستراتيجية التي لا غنى لأي دولة من دول العالم يمكن أن نتوسع الدولة في إنتاجها إما بشكل أفقي أو رأسي كما ذكرنا في دروس السابقة التوسع الوفقي يعني زيادة الأراضي الزراعية إجمالاً والرأسي عملية رفع إنتاجية وكفاءة الأرض الزراعية الواحدة من خلال بذور محسنة أو أسمدين أو مغلدات تساعد في الحفاظ على المحاصيل الزراعية النقطة الرابعة توجيه السياسة الحكومية نحو حماية الفلاح والإنتاج الزراعي والحد من الفقر والجوع والتحرر من التباعية للشركات العالمية اللي ممكن تحتكر الغذاء أو تحتكر اقتجار يجب أن يكون في تحرر من التباعية لهذه الشركات الاحتكارية النقطة الخامسة العمل على الحد من نشوب الحروب والنزاعات والصراعات لنهاي تعيق الانتاج الزراعي وتعيق تحقيق مستوى آمن من الغذاء لأنه بتم فيها أو من خلالها إلهاء عن دور مهم وأساسي للأفراد والجماعات بتحقيق الأمن الغذائي بالصراع والحرب الذي يدمر كل شيء ويجب على الأجيال الحالية هتعرف أنه خيرات البلد هذه يجب أنه يكمل محافظة عليها من أجل الأجيال المستقبلية ومن أجل استمرارية الحياة على الأرض. بهيك منيجي إلى نهاية الدرس بالكامل وبالحصة هاي بفضل عنا حل الأسئلة بصفحة واحد تمانين وحل الأسئلة رح نستعرض فيه رح نحلها مع بعضينا البعض بالدرس يوم الثلاثاء القادم ورح يكون من الدرس درس زوم ورح أحددلكم إياه بالوقت الملائم والمناسب سلاماتي للجميع وبتمنى يوم طيب مليء بالحياة والطمأنينة إن شاء الله إلى اللقاء